ليس دائما يكون تعدد الأحزاب دليلا على الحياة السياسية في البلاد ربما هذا الأمر دليل على عبثية السياسة وفوضى التخطيط وأهم من هذا الحكم المستبد المتخفي وراء أقنعة ملونة وجديدة العراق المحكوم بالحديد والنار وبعقلية طائفية وتخطيط فاسد منذ عام 2003 يصل عامه العشرين بعد الألفين بعملية سياسية بدأت تفرز عشرات الأحزاب التي ازدادت في الآونة الأخيرة وتستعد لخوض الانتخابات القادمة في حزيران من العام المقبل فهل ولت سلطة الأحزاب القديمة أم أن المواليد الجدد هم أبناء المهيمنين القدامى سنوات من الفساد والهدم والتدمير مر بها العراق بعد الغزو حتى ازداد احتقان الشارع العراقي من الأحزاب الحاكمة عندها أدرك حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري أن الاستمرار بالحكم بالأحزاب المغضوب عليها يؤدي إلى التصادم مع الشارع ويزيد المشكلة فلا بد من تغيير الوجوه والدخول إلى العملية السياسية بأسماء جديدة ولا ضير في أن تكثر الأحزاب وتحمل أسماء وطنية رنانة طالما أنها تعمل تحت المظلة الحاكمة القديمة مفوضية الانتخابات تؤكد أن عدد الأحزاب التي منحت لها الإجازة في خوض الانتخابات تصل إلى 230 حزباً بالإضافة إلى 62 حزباً قيد التسجيل لكن المدققة لخريطة الأحزاب يصل إلى نتيجة حتمية أنها لا تتحرك وفق إرادة مستقلة ولا تحمل مفهوماً عميقاً يحاكي مسمياتها حيث أن العملية السياسية بدأت تأخذ شكل الشجرة المتشعبة الغصون تمتد تلك الغصون وتزداد لكنها بالنهاية تجتمع في ساق واحدة لجذر واحد وفي تربة فاسدة